السلام عليكم زكريا أبو خلال يخرج عن صمته ويكشف عن هوية الفتاة التي ظهرت معه في المدرجات اختار مهاجم المنتخب المغربي زكريا أبو خلال أن يضع حدا للجدل الكبير الذي صاحب ظهوره إلى جانب فتاة محجبة شابة في أعقاب نصف نهائي مونديال قطر التي خسرت خلالها الأسود أمام الفرنسيين أعلن المهاجم الفرنسي من تولوز زواجه عبر انستغرام حيث قام بتعديل بيانات ملفه الشخصي بإضافة خاتم في إشارة إلى دخوله القفص الذهبي من المعروف أن اللاعب أبو خلال المعروف بالتزامه الكبير بالتعالم الإسلامية كان شديد السرية بشأن حياته الخاصة حيث لا توجد بيانات رسمية تكشف حالته للجماعية الأمر الذي أثار جدلا واسعا بعد ظهوره إلى جانب فتاة محجبة في مدرجات الملعب الذي استضاف لقاء الأسود ضد منتخب فرنسا وقبل أن يقرر زكريا إنهاء هذا الجدل أعلن زكريا رسميا عبر حسابه على الانستغرام أنه قد دخل القفص الذهبي